بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا فيكم بكورس البلوكشين 101 اليوم بدنا نحكي عن العلاقة بين البيتكوين والبلوكشين كتير ناس منا أول ونبلش نسمع بها التكنولوجي كنا نخلط بين هذول المصطلحين وفي ناس عم بتفكر أنه البيتكوين هو نفسه البلوكشين أو البلوكشين هو نفسه البيتكوين وشو الإشي شو الفرق بين هم إيش هاي وإيش هاي مبدئيا إحنا كل شي شرحنا بالكورس هذا هو بتعلق بالبلوكشين نفسها إحنا عم نشرح مبدأ عمل البلوكشين البلوكشين هي كونسبت هي نظام معين يتم بناء التطبيقات على أساسه البيتكوين هو فعليا واحد من هاي التطبيقات وفعليا هو أول تطبيق كان فعلي على أرض الواقع لنظرية أو خلينيحكي للكونسبت تبع البلوكشين البيتكوين هو أول سيستم إن بنى على البلوكشين فعشان هيك لو لبلوكشين اللي كان البيتكوين ما إلو وجود ولكن العكس غير صحيح لو لبلوكشين البلوكشين إلو وجود وإلو تطبيقات أخرى كثيرة غير البيتكوين وحكينا في الدروس الماضية إنه ممكن يتم استخدام البلوكشين في البزنس في الفاينانس ممكن يستخدمها في توثيق الملكيات مثل الأسس السيارات البيوت الأراضي ممكن يستخدم في النظام الصحي في موضوع التأمين وغيرها كثير من التطبيقات اللي رح نحكي عنها في نهاية هاي الكورس فالسبب إنه البيتكوين مرتبط بالبلوكشين هو أحد تطبيقاته وهو فعليا أول تطبيق نبنى على البلوكشين فعشان هيك الناس ممكن تخلط بينهم هلا رح نتعرف شوي زيادة عن البيتكوين شو هو البيتكوين أوكي هو أحد تطبيقات البلوكشين بس شو هذا التطبيق بالزبط البيتكوين هي عملة رقمية ديجيتال كيرونسي أو ممكن بنسميها أحيانا كريبتو كيرونسي لأنها عملات مشفرة وغير ممكن تتبعها وإلى آخره طبعا البيتكوين هو مبني على نظام البلوكشين زي ما حكينا فهو مبني على ديسنتراليز نتورك بير تو بير نتورك فهو بالنهاية هو بايمنت سيستيم هو نظام دفع إلكتروني أو نظام حوالات بيتيح للناس إنها تبعت من شخص إلى شخص ترانزاكشنز مباشرة بدون ما يكون فيه أي سلطة مركزية بالنص زي البنك أو غيره طبعا أهم إشي لازم نعرفه أنه البيتكوين ما فيه إلو فيزيكال فورم هو ما إلو وجود فعلي هو شيء غير ملموس هي عملة رقمية فهي ما إلها وجود وإتهاز نو انترنسيك فاليو ما فيه إلو برضو قيمة حقيقية يعني ما تم تبديله بإشي مثل الذهب أو مثل مثلا النفط بتبدل بالذهب هو ما إلو قيمة فعليا البيتكوين انخلق من لا شيء هو عبارة عن مجرد أرقام إحنا بنشوفها وأهم شغلة كمان الشغلة الثالثة إنه السابلاي أو التزويد أو العملات المتوفرة من البيتكوين في السوق ما بتم تحديدها من قبل سلطة معينة أو من قبل بنك مركزي مثل العملات اللي موجودة في الدولة بتم تحديد المخزون تبعها أو السابلاي تبعها من قبل البنك المركزي لكن البلوكتشين للبيتكوين عفوا لا ما حدا بيحدد شو السابلاي طبعه هو أريدي محدد كل بلوك للبلوكتشين بتطلع تقريبا 12.5 بيتكوين طيب أكيد أنت هلأ رح تسأل طيب أنت حكيت هذا البيتكوين ما إلو قيمة فعلية وما إلو وجود طب كيف الناس تشتريب مصاري كيف في ناس عم تدفع 8000 و 10,000 عشان تاخد بيتكوين طب ما هو ما إلو قيمة لا أنا بحكي لك هو فعليا البيتكوين من أول من وجد أو من أول من خلق ما كان إلو قيمة بس اللي أعطاه القيمة هو الطلب عليه المبدأ مبدأ supply and demand عرض وطلب أعطيك مثال تخيل أنه أنت في عندك لعبة عادي لعبة مصنوعة من البلاستيك بس هاي اللعبة مميزة لأنه ما في منها بالعالم كله إلا 50 حبة أو 100 حبة فرضا وإنت عارف أنه ما رح يزيد عددها وستحيل ما في حدا بقدر يزيد عددها هي بس 100 حبة وعارف كمان أنه ما رح يقل عددها فهدولة المية موجودين في كل العالم وفي نفس الوقت كل الناس صارت بدها من هاي اللعبة صارت بدها تشتري هاي اللعبة فأنت عندك 100 حبة وفي عندك آلاف من الناس بدها تشتري فكل حدا رح يطلب الشراء رح يزيد الطلب عليها فبالتالي رح يزيد أكيد السعر السعر طالما أنت عارف أنه هذا عدد محدود وفي عليه طلب كثير رح يزيد السعر تلقائي هذا هو مبدأ البيتكوين لأنه الناس كلها بدها تشتري بيتكوين ألاف من الناس بل ملايين من الناس بدها تشتري بيتكوين والعدد البيتكوين محدود فعشان هيك كل ما زاد الطلب زاد عليه السعر تماما زي الذهب زي النفط زي أي إشي بالاقتصاد ما بني على العرض والطلب كل ما زاد الطلب عليه أكيد رح يرتفع سعره والعكس صحيح كمان كل ما قل الطلب رح ينزل سعره فإذا أنت عندك خمسين حبة من هاي اللعبة وعارف أنه ما حدا بده يشتريها أنت عندك خمسين وما حدا بده يشتري فرح تضطر تنزل بالسعر لحتى تحاول تبيعها فهذا هو نفس المبدأ وطبعا كمان مرة حكينا الهدف من البيتكوين هو إرسال الحوالات أو الترانزاكشن من شخص إلى شخص بير تو بير مباشرة بدون ما تمر على طرف ثالث وطبعا هاي حكينا ما زياها أنه عمولاتها كتير مخفضة مش زي لما تبعت حوالي من البنك سريعة جدا إنستنت بتوصل خلال ممكن ثواني وممكن دقائق باعتمد على النتوك مش زي مثلا حوالات الدولية بتحتاج يوم ويومين أو أحيانا ساعات والأهم من هيك الانونيمتي اللي فيها إنه ما حدا بقدر يعرف هوية المرسل أو المستقبل بس وبالآخر الشبكة موثوقة وهذا الحكي كله طبعا شرحناه ورح نشرح أكثر عنه في الفيديوهات الجاي فهذا هو الهدف من البيتكوين وهذا هو سبب ارتفاع سعره وارتفاع قيمته طبعا بالنهاية البيتكوين هو عبارة عن وان اكزامبل لأنه هو أول مثال هو الأكثر شهرة هو عبارة عن مثال واحد للعملات الرقمية أو الكريبتو كارونسيز في عنا كثير عملات رقمية ثانية مبنية على البلوكتشين ممكن هلأ نشوفها مع بعض في عنا هون هذا الويبسايت اسمه كوين ماركت كاب راح حط اللينك في الدسكريبشن كوين ماركت كاب دوت كوم هذا الموقع هو اختصاص لورجينا شولي كريبتو كارونسيز الموجودة حاليا ومبنية على البلوكتشين طبعا هون مرتبين هم حسب القيم السوقية تبعتهم الماركت كاب اول واحد فيهم البيتكوين اللي احنا عم نحكي عنه يعني قيمته الحالية سعر البيتكوين الواحد 8,574 دولار في عنا كمان الاثيريوم هو كمان مثال حكينا عنه برضو الفيديو الماضي في عنا مثلا الريبل هاي الريبل مثلا العملة مستخدمة للبنوك تستخدمها البنوك عشان تعمل حوالات وترانزاكشنز بين البنوك نفسها من بنك لبنك بدون الحاجة لوسيط ثالث او بنك مركزي بالنص بينهم والاشي هذا يبخلي المعاملات بينهم اسرع فهون طبعا كل عملة في الها هدف وفي الها استخدام معين فهذا الاشي بيين انه زي ما احنا حكينا الهدف مش بس بيتكوين كل عملة او كل استخدام للبلوكتشين بيكون فيه وراء سبب معين فيه التطبيق معين فيه يوز كيس مختلفة فهذا هو في قطاع او في مجال الكريبتو كرنسيز او الديجيتال كرنسيز العملات الرقمية في البلوكتشين وزي ما حكينا البلوكتشين مش بس عملات وحوالات وفلوس البلوكتشين كمان بعيدا عن الديجيتال كرنسيز والبيتكوين وغيرها ممكن يتم استخدامها في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتأمين والملكيات وغيرها وهون بتكون نهاية شرحنا لليوم حكينا عن البيتكوين شو هو البيتكوين شو الهدف منه وشو السبب في ارتفاع قيمته وشو الفرق بينه وبين البلوكتشين ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو اذا استفدتم حطولنا لايك واي سؤال طبعا منرحب فيه في الكومنت وما تنسوا سبسكرايب لحتى تشوفوا فيديوهاتنا الجاي ويعطيكم العافية